يلا حيوم عندنا تلخيص جديد جميل يمكن القلة اللي تكلموا عن هذا الموضوع ولكن اليوم حصل حدث خلاني أجل هذا التلخيص نخلي سهرات حق العيد حق إجازة العيد نسهر عليه بجوز لكم بذن الله ولكن اليوم الحدث اللي حصل حتم علي أن يتكلم عنه يوم بحثت عنه لشخصية عظيمة طبيب الغلابة دكتور محمد مشالي ممكن كثير ما يعرفه كثير ما سمع عنه ولكن أنا سمعت عنه شي بسيط ولكن اليوم يوم بحثت عنه لقيت رجل وهب حياته كلها للغلابة للفقراء توفى اليوم فلازم أن نسلط عليه الطوء ونعرف الناس عنه دكتور محمد مشالي مصري وهب علمه وحياته كلها للفقراء دخل كلية الطب وكافح كان والده يصرف عليه رقم مرض والده إلى أن تخرج فاكتشف بأن والده كان ياخد تكاليف علاجه ويحطها على ولده محمد مشالي في هذه الجامعة عشان يتخرج يصير دكتور فقرر أنه ما ياخد تكاليف أي فقير بعد اليوم في حال علاجه أول ما تخرج انقله إلى بلدة نائية بلدة فقيرة جدا حصل موقف هناك قير حياته جعل هذا الإنسان فعلا إنسان بمعنى الكلمة يقول جيت إلى بلد كلها غلابة كلها فغارة يقول فكان فيه شخص عمر 11 سنة يقول عمر 11 سنة كان مريض بالسكر هذا اللي عمر 11 يقول فكان يقول حق أمه يمه جات نوبة السكر فكان يقول حق أمه عطيني إبرة الأنسلين قالت أمه أنا ما عندي فلوس أنا عندي فلوس بس عشان أطعم أخوانك عشان أشتري لهم طعمية أنا لو أعطيك الفلوس هذه أجيب لك إبرة الأنسلين أخوانك ما راح يلقون شي يأكلونه فانهار الولد يقول الصعد على السطح واللعب نفسه فبلغوا الدكتور محمد مشالي بسرعة بسرعة في ولد محتر يقول جيت شفت المنظر ولا شخص عمر 11 سنة قاعد يحترق يقول خذيت البطانية وطفيتها يقول كان يقول حق أمه وأنا أطفيه وأنا أحضنه يقول كان يقول حق أمه أنا بذبح نفسي عشان ترتاحين من مصروف الأنسلين وتقدرين تصرفين على أخواني ويقرب يقول موقف جدا الثرفيني قررت بعدها أني ما آخذ ولا أي قرش تكاليف على الغلابة بل كان محمد مشالي يجيب لهم حتى أدويتهم على حسابه كان شي طفل عنده 11 سنة 11 سنة كل ما افتكر الحكاية دي أغير عنده 11 سنة مريض بالسكر فبعدين جاء لأمه لما أمه أبتلي حمد مثل الأنسلين حسنونا داي أمي تقالي في كبابي لو جبتلك حمد مثل الأنسلين ولدك أخوتك 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 الفلوس الذي هنا على أدو الأكل هو الشعب فالوالد سيطلع في السطوحه سيولح في نفسه هو بيبط أن لها أنا موت نفسه عشان هو أفوه وفر الإخوات الأنسلين عشان هو أنا قريت عليه أبتني قريت بايتهم مستضح في الراحة والحارية مسك فيه الوصجية بالمستضية ومسك حضنه ونبوني متفواه حضفتهم بالمستضية بسنوعة تروح فيه وهو قال لها أنا ملتكد عشان أوفر حائلة أفوه لإخوتي أكلوبي رفض كل شيء رفض العيادات الخاصة رفض العيادات الفخمة رفض المستشفيات الخاصة رفض الملايين رفض الفلوس من أجل الغلابة يقول بأن والده قبل موته وصاه قال لي محمد يبني أوصيك لا تأخذ حاقة على الغلابة فقضب وصية أبوه ما زال في الدنيا خير والله يا أخوان ما زال الطيبين اللي مثلكم شرواكم واجد شوفوا شلون تنازل عن كل شيء رح أوريكم بعد شوي عيادته شلون ممر صغير جدا وقاعد فيه هذا الدكتور الكبير العظيم شون جالس في هذه العيادة البرنامج الإماراتي المشهور قلبي الطمن أو طمن غلبي أعتقد الإماراتي القيث اللي يفتر وصل إلى الدكتور محمد مشالي وجاب لعيادة جديدة عشان ينتقل لها لكنها رفض مش لازم أجيب عربية كبيرة مش لازم أجيب ببدل على أعلى مستوى مش غاوي لبس مش غاوي مثلا يعني أنا مش غاوي غير حاجة واحدة بس القراءة بس بس القراءة والعمل في العيادة غير كده ما ليش أي حاجة تنة عرضت عليه الكثير من المستشفيات في مصر أن يجي يشتغل عندهم ولكنها رفض طبيب الغلابة معروف عالمياً يعني يستطيع أنه لو يرسل سيرة ذاتية للمستشفى في العالم أنهم يوافقوا له ولكنها رفض رفض الملايين رفض هذه الأمور كلها رفض الدنيا من أجل الآخرة لشعوره بالمسئولية الاجتماعية اتجاه هؤلاء الفقارة فرفض وقعد في هذه البلدة يعالج الفقارات في هذه العيادة البسيطة جداً ومكتبها البسيطة اللي أنتوا شفتوه الصغير جداً ليش؟ لأنه يشعر بالمسئولة الاجتماعية لأنه يشعر بأنه مسئولة عنهم كلهم فكان الكشف عنده بعشرة جنيه عشرة جنيه طفسة وإذا ما عندك بلاش وإذا ما عندك تجيب دوا هو يتكفل ويجيب لك الدوا شوف الإنسانية الكبيرة العظيمة اللي موجودة فيه هذا الإنسان قلبي يتطمن برنامج قلبي يتطمن اعتقد اسمه اللي هو برنامج الإماراتي شنو سوى البرنامج الإماراتي يا لطيهم العافية سوى أنه جابوا عيادة جديدة مجهزة خالصة وفخمة جداً لهذا الطبيب الغلاب تعال واجلس فيها وعالج الناس بعشرة جنيه نفس ما أنت بس تعالج جلس فيها الفخمة فجأوا جلسوا بره وطلبوه أنه يطلع من عيادة عشان يصورونا وطلبوه قالوا وروحوا وقلوله ممكن تخرج راح حاولوا فيه قال أنا مشغول عندي مرضى وهذا مراجعين بعدين انتظروا انتظروا ماكو فايدة قالوا ولا أقول له فيه واحد يبيك بره راحوا ودخلوا عليه يا دكتور محمد مشالي بعد أنك فيه شخص يبيك بره قال طيب أنا عندي مرضى عندي غلابة أخلص منه وما أطلع إنسان إنسان بمعنى كلمة إنسان إلى أن طر شواله واحد دخل عليه وقال له لو سمحت فيه شخص طايح بره محتاجك طلع يركض بسرعة شوفوا شلون إلى أن امسكه مقدم البرنامج قيت وقال لأنا أنا اللي طلبتك كان يدور يدور اللي طايح وين شوفوا ورجع لكم هذا مقدم البرنامج وعطى الدكتور محمد مشالي رشدته وصفة وصفة العلاج بمعنىها ولكن ما كان فيها وصفة العلاج هي كانت مكتوب له بأن تم تأسيس عيادة خاصة له متوفر فيها جميع الأجهزة اللي يحتاجها بس يجي ويجلس الدكتور محمد مشالي الله يرحمه ويستقبل مرضاه مراجعينه ولكنه رفض قال أنا سأبقى في هذه العيادة إلى أن يتوفاني الله شوفوا المقدم كان دائما يردد أنا نفسي أموت ونبعالج المرضى ورحل طبيب الغلابة ما قلت لكم الدنيا لسه خير فيها الطيبين الكثار اللي مثلكم وشرواكم تفاعلوا بالخير نسأل الله لها الرحمة اللهم أن كان محسنا فزده إحسانا وأن كان مسيئا فتجاوز عنه حبيت أذكره اليوم بهذه الفغلة البسيطة جدا لأنه يستحق مننا أن نتوقف عنده وأن نتكلم في شيء إيجابي شيء يرفع من معنوياتنا أن الناس لسه فيها خير بل الناس الكثير فيها خير ولكن للأسف اللي ما فيه خير هو اللي قاعد يظهر على الصورة أسأل الله لها الرحمة وتصبحون على خير السلام عليكم